اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستة وثمانين. لا لا خلينا نكون واضحين. بمعنى ثم عنا مشكلة على مستوى بين الجانب النظري كما انسان قومي عربي وصديقه ومعناظر معه قومي عربي. قال له مش نختب اختك. واحد من الشمال واحد من الجنوب. قالوا انا ما عندي حتى مشكلة. كم شا يختب فيها ابوه قالوا انا ما نعرفكش. خلناس اخوها لانه هو يعرفك مليح وعاش لك وانت الطالب وانت كذا 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 كذا. قالوا لا ما نعطوهش براني. هذا على مستوى هناك تونس بركة. هاي يتحدث على العروب. يقول لك من البحر من البحر الى البحر. ووقت نجي تقول له مش لمشوا نعملوا عملة موحدة مع الجزائر. يقول لك لا دينار تونسي لا. فوق كل اعتبار. ومصلحة يانا قبل. ثم هذا الجوانب التنشير الاجتماعية تخلي الشخص يتزعم ويتولي هو بيدو اله وميخليش حتى الفرصة ان تتعادل. ثم مسألة اخرى متعلقة بالاتحاد العام تونسي للشغل. انا في اخيرا عندما عندي مقال عملته مع جريدة. تحدث فيها على الاتحاد. اخطأ الاتحاد في العديد من الوضعيات. ولكن ما نجموش نقوله ان الاتحاد دي كما قال سي باسل صديق الله غالب ميسالش. الاضراب العام شكون منعك. انا انسحه بالتعاقل في الكلام. ردوا بينا مليح. لان الواقع على اجتماعي حاليا قاقراءة سيسولوجية ما يستحقش هذا. ردوا بينا مليح. الاضراب العام تونس مش في حاجة ليه. والاضراب العام في تونس لو حاليا لا الاتحاد ننصحوه بش يمشيلوا الى هذا الجانب من التصعيد. ولا ان الحكومة تمشي بهذا الاتجاه. انا هناك نقابيين اخطأوا. يتحملوا مسئولية. هذا الشأن الداخل الاتحاد نتحدث على الديمقراطية. يحل داخليا بآليات ديمقراطية داخل الاتحاد. ما نش في ندافع الاتحاد هنا. ولكن ندافع على على المنطق. بمعنى انه الاتحاد منظمة كبيرة. كيما الاتحاد سرق. اهنا الاتحاد صناعة والتجارة ما 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 سمعناش وتكلم. اهو اتحاد الفلاحة وعمل المؤتمر متاعه واجدد الهياكل متاعه وتتاله كل شيء. وهنا في وضعيات طماطمة اليوم اسألتوا قلتوا قديش في المرشي قال لي دينار. اليوم اتغدوا ارجعنا قلتوا قلتوا قداش طماطمة قال لي خمسة عشر مينة. قلتوا اخي بورصة طالعاتها. اذا بمعنى اللي هل هل هذي المنظمات هذه. شنية دورها. يزم ثم ارضية ونعاود نأكد. لو عنا مجلس اعلى للحوار الاجتماعي. راجئا تكون يعمل ارضية يربط ما بين الناس. ودعوها فقط بسيتة سي محمد. والله انا ادعو جميع الاطراف للتعقد. وللحكمة والاعقل. راي لبلادنا باهية. من بينعوهاش للناس البرا. ومن خلوهاش فرصة باش تنهشها الذئاب. خاصة ان الذئاب الجائعة. اللي والت مناضلين في الوقت هذي. هذا هو. به. ووضح كلمك اليوم نتسائلوا على موقف بقية المنظمات الوطنية من الانتخابات الرئاسية. اليوم باش نحكيه على منظمة انا يا قذ. باش نحكيه على اه بعض المنظمات الدستورية الاخرى. اللي حكيت في المسألة هذه. وسمحني بعد باش نرجع لك في الجانب الامني. انا اعتقد في التصليف الاولي. عن اي جمعيات نتحدث او عن اي منظمات. انا بالنسبة الي. المنظمات التي تتلقى اموال من سفارك في الخارج. او من جهات خارجية ما نعلقش عليها. واضح? هذا من حيث المبدأ. الذي يتلقى اموال لقاء تقارير انا ما نجاوبش عليه. شكونا نجاوبه مثلا. شكونا برشة جمعيات. لا برشة جمعيات. والملفة ذا. مجلس النواب نحمله المسئولية كاملة. انه عطل عملية تنقيح القانون المتعلق بالجمعيات. هذا مهم جدا. والان نعنيه في المشاكلات. نجيه وطول المسألة المهمة. ماش نجيه للرابطة التونسيين دي فاع عن حق الانسان. وماش نجيه لي فرع انترنسيونال في تونس. وماش اتحطته. شفت الجمعيات هذه انا بالنسبة الي. البوصلة هي فلسطين مذكرها سيباسة ترجمان في الحصة السابقة. البوصلة هي فلسطين. من لم يساند شعب غزة. والفلسطينيين في الظفة الغربية. ومن اصابه الحياة انه الممول الامريكي او الفرنسي او اليتالي مش يحجبه التمويلات. والالماني كذلك. الجمعيات التي استنكفت ورفضت. وباستحياء محبش تتكلم على القضية الفلسطينية. اللي مساندش القضية الفلسطينية ما انا بالنسبة ليها لا حق له في التعليق على القضايا الوطن التونسي. القضايا الداخلية انها في تونس. اللي يحكي على الحريات والحقوق في تونس. عليه ان يعلق على الحقوق والحريات في قتاع غزة. حيث تذبح وتسفك بسلاح امريكي وباإشراف اوروبي البرلمان الاوروبي. اللي يدرس فينا في الحقوق وبالحريات. هو هو الذي يساند اليوم الكيام الصهيوني في عمليات الإبادة لسكان غزة اللي ما ساندش سكان غزة وبما فيهم الرابط التونسي دفاع القوزان التي ساندته على استحياء قداش عملت من بيان في مثل هذه بيانات محتشمة جدا باقي مانيش نتحدث على الجمعيات اللي تتلقى في أموال من سفارات الخارج ولا بيان خرجوه ونقولوا كما ذا لذلك نطالب نحن من ضمن طلب ويجيب أن تكون طلبات الناس كل إذا كان كنت بتساندش الحريات في قدر غزة كيف تساند الحريات في تونس والاتحاد الأوروبي الذي سانده وإلى اليوم بالسلاح والأموال استمرار الكيام الصهيوني والجيش الإسرائيلي في تحطيم معناها شعب بأكمله وتجويعه وقالوا يجي خرجونا بيان مش يعلمنا حقوق الإنسان مثل ما وعدوا الشعب العراقي سنة 2003 أنهم سيأتون إليهم بالديمقراطية وبحقوق الإنسان برا شوف وضعية العراقيين الآن وشوفوا نفط العراق عندشكون والغاز العراق عندشكون فقط نريد أن نجير أنا بالنسبة إلي مع تمييز المطلق بين مكانة اتحاد الشغل اللي هي منظمة ملك الشعب التونسي وأختلف معك في هذه فقط أنا أعتبر أنه لا يجب أن نستهيل بالإمكانيات التي يتوفر عليها اتحاد الشغل في خصوص مسألة الإضراب العام لا يجب على السلطة السياسية أن تدفع اتحاد الشغل للوصول للمواجهة هكذا في نظري لأنه إذا تخدم من؟ هناك عاقل يدفع لهذه الفيضة لا فمديش شوف أنا نحكي في مسألة مهمة شوفت الجمعيات هذه كلها في كفة واتحاد الشغل في كفة ثانية لأنه اتحاد الشغل يمتلك قدرات جبارة والقدرات هي نائمة ونحن نريد أن توظف في فائدة البلد وفي خدمة البلد